وصلنا إلى محطتنا المنوعة والتي نبدأها من الكويت مع الفروسية حيث افتتح مركز خاص مخصص للأطفال لتعليم رياضة الفروسية المشهود لها بالقيمة الصحية والنفسية والأخلاقية خاصة للأطفال طبعا بطيئي التعلم طبعا تترك هذه الرياضة أثر إيجابي على تلك الفئة ذات حيث يتعلن فيه رواد المركز فنون ركوب الخيل وترويضها وفقا لبرنامج تدريبي مدروس كاميرا تبليزيون الكويت رصدت تفاصيل البرنامج التدريبي في هذا التقرير التالي رح نشوف معكم ركوب الخيل وعلى الرغم من كونها رياضة كالرياضات الأخرى إلا أن لها العديد من المميزات التي تجعلنا ننجذب لها لنتعلمها ونعلم أبناءنا عليها لما تقوم به من تعزيز ثقتنا بأنفسنا وقوة في أبداننا وسرعة في التركيز والتفكير واتخاذ القرار في الوقت المناسب بصفة عامة طبعا كأي رياضة تخلي الشخص أو الطفل يبدأ يتحرك نطلع من عالم التكنولوجيا اللي للأسف بدأ ياخذ اليهال أو الأطفال عموما بعيد عن أي نوع من الرياضات واتوقع بدأ يخليهم شوية يعتأزلون عن المجتمع فكمكان مثل ما تشوفون يعني خارجي يشجعهم على الحركة والمشي والاختلاط مع الناس المختلفة نحاول إحنا ناخذ الأطفال معانا ونقعدهم ويانا مثلا داخل حلبة التمرين تعليم ركوب الخيل لم يعد يقتصر على الأطفال الأصحاء فقط بل تم اكتشاف فوائد جمة تعود أيضا على الأطفال ذوي الهمم العالية ممن لديهم بطء في التعلم ومتلازمة الدون والتوحد وفرط الحركة لذلك فكر بعض المختصين في إنشاء مركز تعليمي لمساعدتهم على التحصيل العلمي مع ممارستهم لهوايتهم المفضلة لما نقول ذوي احتاجات الخاصة قصدنا مثلا أطفال لي فيهم توحد متلازمة الدون فرط حركة global developmental delay ومن الشغلات اللي شفناها وحسيناها هو طاقتهم بنفسهم توازنهم زاد التركيز عندهم يزيد ما شاء الله بالنسبة لكلاساتنا دائما نحب أن يكونون برايفيت وأن يكونون بروحهم عشان يكونوا التركيز عليهم أكثر ساجوية بنت يسميني عليها عندها دون سندروم وولدي بدر عندها توحد من تجربتي بركوب الخير الفروسية بدر صالة تقريبا أربع سنوات يعني بدر كان أول راكب بالنادي وبعدين ساجع أقبة يمكن بسنتين يلا بلشت الأشياء أهم الأشياء اللي حفزتني أنه خلي بدر يركب وتشجعت لأنه أول شيء هذا أول نادي حق أطفال احتياجات خاصة بالكويت حق عينا وثاني شيء ركوب الخيل فوعدة كثيرة يعني حق صغار كبار هي إذن رياضة وهواية مارسها كثيرون من المبدعين على مر العصور فكانت عنوان تفوقهم وتمييزهم في مجالات مختلفة وكما قيل علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل عبدالله الدوسري تلفزيون دولة الكويت